قام محافظة الإسماعيلية شريف فهمي بشارة بزيارة عدد من كنائس بالمحافظة لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بحضور رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وعدد من المسؤولين وخلال كلمته للتهنئة أكد محافظة الإسماعيلية أن المصريين دائما يثبتون أنهم نسيج واحد حيث يحتفل المصريون جميعا بالأعياد لا فرق بين مسلم ومسيحي وجهنا التهنئة لمواطني الإسماعيلية جميعا بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنين أن تكون أيام خير ونماء على المصريين جميعا كل عام أنتم جميعا طيبين ببداية سنة جديدة عيد الميلاد المجيد ربنا يجعل هذه السنة 2024 سنة كلها خير وبركة وأمن وسلام على الشعب المصري كله ونشكر ربنا على إعادة انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة فرحة كبيرة قوي ربنا يعينه ويساعده ويقويه ويحقق كل أمنياته والشعب المصري كله وراه بنهني الكنيسة بنهني الإخوة المسلمين المسيحيين كلنا ربنا يجعل هذه السنة كلها خير وبركة وهدوء وربنا يعني يرحم العالم من الحروب الموجودة ترجمة نانسي قنقر